مرحب بكم عزابة هادين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة رسول الإسلام هو الدجال عند الأشعارة احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت ان الشيخ الجامي بيقول ان الأشعارة بيكفرون من يثبت صفة العلوة لله وان اللي يقرأ امن تب من في السماء ويشير بأسبوعه للسماء ويعتقد ان ده هو معنى الآية فان ده كفر ولو رفع ايده للسماء بدون اعتقاد يبقى ده فسق هو بيذكر ان الأشعارة كسبوا على الإمام مالك والإمام أحمد وقالوا انهم قفتوا ان اللي يشاور للسماء هو بيقرأ امن تب من في السماء فلازم تقطع صبعه اللي يشاور بيها للسماء ووجه سؤال للأشعارة وبيقول ليهم هل تحكمون ايها الأشعارة على اصبع رسول الله انها تقطع وده كمان سؤال كان ليك يا شيخ الأصهر وبعدها شفنا ابن حجر وهو بيقول ان من ينسب الى التجسيم وهو طبعا دون الحنابلة الوحابية المجسمة انهم اثبتوا لله الصورة وفي الحلقة النهاردة هنعرف مفاجأة جديدة من هو الدجال عند الأشعارة والمفاجأة اللي عرفناها بعد كده ان ابن حجر مش بيوافق ابن بطل بس لأ ده كمان بيكفر غلات الحنابلة لأنهم مجسمة زي ما قال عنهم في ساحل بخير كتاب التوحيد بقول الله تبارك وتعالى قل ادعو الله او ادعو الرحمن قال الحافظ ابن حجر لو قال من ينسب الى التجسيم من اليهود لا اله الا الذي في السماء لم يكن مؤمنا كذلك وبرضو في نفس الحلقة رقم واحد واشرين نقلنا شرح ابن حجر صحيح البخاري في كتاب التوحيد بقول الله تعالى والتصدى على عيني قال الحافظ ابن حجر قال ابن بطل احتجت المجسمة بهذا الحديث وقالوا في قوله هو اشار بيده الى عينه دلالة على ان عينه كسائر الاعين وتعقب باستحالة الجسمية عليه لان الجسم حادث وهو قديم فدل على ان المراد نفي النقص عنه واحنا هنا بنلاحظ ان ابن حجر بينقل كلام ابن بطل اللي بيتهم كل من يثبت ان اللي لها عين حقيقية بالتجسيم واللي لفت انتباه ان ابن حجر بينقل واشارة العين ودلالة ان عينه كسائر الاعين وافكركم بالفيديو اللي قال فيه الشيخ الجامي ان الاشعارة حكموا على اصبع رسول الله بالقاطع وحلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي ارادوا ان يدعموا هذه الفرية وهذا الافتيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذبة واضحة كذبوا على الامام مالك والامام احمد فقالوا كما قال الشهر الثاني انهما افتيان من اشار الى الزمان عند قراءته امن ثم من في الزمان يجب ان تقطع اسمعه جهب طيب لما الاشعارة بيقولوا اللي بيشاور للسام بصبعه يدل على علوة الله لازم نقطع صبعه اذا زي ما بيقول الشيخ الجامي يبقى لازم تقطعه صبع رسول الاسلام لانه كان بيشاور بصبعه للسام عشان يأكد علوه الله والكلام ده موارد وممكن نطبعه على عين الرسول ويقول كده واشار بيده الى عينه دلالة على ان عينه كسائر الاعين مين اللي اشار بيده على عينه طبعا رسول الاسلام والسبب عشان يثبت ان لله عين حقيقة اذا حسب مذهبك يا شيخ الاسهر يبقى لازم نفقع عين الرسول وطبعا بعد ما نقطع صبعه او نقطع عيد الرسول لما بيقول امنتم من في السماء ويعمل ايده يعني كده زي ما بيقول الدكتور علي الجمعة وزي ما هنشوف في الفيديو اللي الجاي نشوف مع بعض ويعمل لك ايده كده قال الامام مالك فانفعل قطعت يده نقول له طب تعالك هنقطع لك ايدك لكن يده الله ليست هكذا سبحانه وتعالك وزي ما شوفنا علي جمعة بيقولوا يعمل ايده كده قال الامام مالك فانفعل قطعت يده نقول له طب تعالها نقطع لك ايدك لكن ايد الله ليست هكذا سبحانه وتعاله وطبعا لو قطعنا ايد الرسول وفقعنا عينه حسب مسهب الاشعارة هيبقى الرسول اكتع واعور وطبعا لو فقعنا عين الرسول حسب مسهب الاشعارة هيبقى الرسول اعور وعشان نعرف قصد الاشعارة خلينا نروح لنفس الحديث يقول ايه قال زكرة دجال عند النبي فقال ان الله لا يخفع عليكم ان الله ليس باعور واشار بيده الى عينه وان المسيح الدجال اعور العين اليومنا كان عينه عينة باطفية يبقى حسب الحديث مين الاعور طبعا الدجال يعني يا مسلمين حسب مسهب الاشعارة اللي بيشاور بصباعه الفوق علشان يثبت عليه والله بنقطع صباعه والرسول لما شاور على عينه علشان يثبت ان لله عين حقيقية يعني يا مسلمين الاشعارة عاوزين يفقعه عين الرسول وبكده هيكون او هيبقى اعور لانه مجسم بيشاور لعينه عشان يثبت ان لله عين حقيقية والتجسيم عند الاشعارة كفر وبكده الرسول كافر لانه مجسم واعور يبقى الدجال عند الاشعارة هو الرسول نفسه ده هو مسهب اللي شرح اعظم كتاب بعض القرآن ان الرسول لازم تتفقع عينه لانه مجسم مشرك ولو اتفقعت عين الرسول هيبقى اعور مجسم مشرك يعني الدجال مش عارفة بعد كل اللي احنا قلناه في الحلقة دي وكل الحلقات اللي فاتت لسه بتعتبره شرح ابن حجر اعظم شرح الاعظم كتاب بعض القرآن والمشكلة الاكبر ان ده هو مسهب الازهر وشيخ الازهر يا مسلمين خدوا بالكم المسهب الاشعاري والازهر اشعاري طبعا وشيخ الازهر الاشعاري بيقولوا ان الدجال هو رسول الاسلام يعني الازهر اللي ليه رصيد ضخم في عقوله وكلوب المسلمين زي ما بيقول شيخ الازهر وخلينا نشوف الكلام ده في الفيديو الجيه عشان نتأكد من كلامه نشوف مع بعض ازهر له رصيد ضخم في قلوب وعقول المسلمين جميعا في الشرق والغرب يقول الأصهر اللي رصيد ضخم في عقول وقلوب المسلمين يقول أن الرسول هو الأعوار الدجال مش كده وبس لا ده كمان مسهب الأصهر المسهب الأشعري هو المسهب اللي ساد واستمر لفترة طويلة وتقبله جمهور المسلمين إن لم يكن كل المسلمين زي ما بيقول لنا شيخ الأصهر نشوف الفيديو اللي جاي أن المسهب الأشعري هو المسهب الذي ساد وهو المسهب الذي استمر فترة طويلة وهو المذهب الذي تقبله جمهور المسلمين إن لم يكن كل المسلمين قبل قرنين مضي من الزمان قبل أن تظهر بعض المذاهب التي حاولت وتحاول أن تقول مذهب الأشعري ده مذهب ضلال ومذهب كذا لتماهد الطريق لقيادة الأمة الإسلامية صوبة مذهب معين أو مذاهب معينة يعني يا مسلمين إما أنكم فعلا متقبلين المذهب الأشعري وقبلين أن الرسول هو الأعور الدجال وإن الشيخ الأصهر بيجدب عليكم أو ممكن يكون كلام الشيخ الأصهر إلي لأنه قبل كده وخلينا نشوف هيقول إيه في الفيديو اللي جاي باللعكس أنا حتى لو نزلت بمذهب الأشعري للعامة لا يفهمونه يقول أنا حتى لو نزلت بالمذهب الأشعري للعامة لا يفهمونه لأن العامة لو فهمت المذهب الأشعري وعرفت أنه مسهب مش بيكفر الرسول وبس لا ده بيقول إنه هو الأعور الدجال وهارجع للمرة الأخيرة لشرح ابن حجر للحديث في سحيل بخاري كتاب التوحيد باب قول الله تبارك وتعالى قل اضع الله او اضع الرحمن وقلنا الحفظ ابن حجر ولو قال من ينسب الى التجسيم من اليهود لا اله الا الذي في السماء لم يكن مؤمنا كذلك وقلنا ان معنا لم يكن مؤمنا يعني كفر ابن حجر بيكفر اللي يقول ان الله في السماء لان ده تجسيم وارجع مرة تاني علشان اؤكد على كلمة التجسيم اللي قالها ابن حجر ابن حجر بيقول ولو قال من ينسب الى التجسيم واحنا نقلنا في حلقة رقم 110 وكانت بعنوان التنقض في عقيدة شيخ الاصهر ان شيخ الاصهر بيكفر كل من يثبت الصفات الخبرية لله على حقيقة هو يقول ان ده تجسيم وهنشوف الكلام ده شخصيا من شيخ الاصهر في الحلقة الجاية ودلوقتي انا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة شفنا في حلقة النهاردة ان ابن حجر اكد كلامه على المجسمة وهو طبعا بيقصد بيوم اهل السنة وقال ابن حجر من ينسب الى التجسيم ان اليهود لا اله الا الذي في السماء لم يكن مؤمنا كذلك ولم يكن مؤمنا يعني معناها كافر وبعدها شفنا ابن حجر بينقل كلام ابن وطول اللي بيتهم كل من يثبت ان لله عين حقيقية بالتجسيم والشيخ الجامي قال لينا ان الاشعارة بيحكموا على كل من يرفع اصبوعه للسماء علشان يثبت عليه والله معتقد بيها يبقى كافر ولو رفع اصبوعه هو غير معتقد يبقى فاسق ويقطع صبوعه وبعدها شفنا الحديث قال زكرة الدجال عند النبي فقال ان الله لا يحفى عليكم ان الله ليس باعوره اشاره بيده الى عينه وان المسيح بدك قال اعور العين اليوم كأن عينه عينة بعطافية ابن حجر في شرح الحديث قال قال احتجت المجسمة بهذا الحديث وقالوا في قوله واشار بيده الى عينه دلالة على ان عينه كسائر الاعين يعني حسب مسهب الاشعرة اللي يشاور بصبوعه لفوق علشان يثبت هلو والله بديت قطع صبوعه والرسول لما شاور على عينه عايز يثبت ان لله عين حقيقية نفقع عينه نفقع عينه وده بالضبط وصف الدجال مفقوع عينه وكافر ونسيب السؤال في اخر الحلقة لشيخ الاصهر هل عشان كده خايف تنزل بالمسهب الاشعري للعامة احسن يفهموا ان رسول الاسلام هو الدجال والتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الاصلية اللي هي كتب السنة فهذا اعظم بألف درجة من ان تسقط اراضينا انت اترد بعقل اترد بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسا اشتركوا في القناة